اليوم رح نعمل رز بخاري يا جماعة أتعب وأقول خرافي أنا متأكدة إذا جربتوا هالوصفة رح تعجبكم فيلا نبلش بالطنجرة زيت نباتي رح ننزل عليه بزلتين مقطعين شرايح ممكن تقطعوهم مربعات متل ما بتحبو بقلبهم ليدبلوا تماما بنزل عليهم ثلاث جزرات مبروشين بقلبهم ليصير لونهم دهبي بهذا الشكل أو يتحمروا شوي بعدين بنزل نص كوب زبيب بقلبهم مع بعض خمس دقايق بعدين بحط رشة ملح رشة فلفل أسود رشة توم بودرة ورشة من السبع بهارات أو أي بهار مشكل عندكم بقلبهم مع بعض بعدين برفع الكشنة أو الخلطة وبنفس الزيت شوفوا كيف الزيت صار لونه على برتقالة بسبب الجزر والبهارات بنفس الزيت رح ننزل لبهارات الحب كمون كزبرة فلفل أسود هننزل ورق غار وعود قرفة بقلبهم شوية بالزيت ليطلع ريحتهم بعدين بنزل الدجاجة طبعا مغسولة ومنظفة كتير مهم الدجاجة تتقلب مع البهارات يا جماعة حطاتي طعم وريحة خرافية رح نقلب على كل جهة تقريبا خمس دقايق وبعدين رح أضيف حب الطماطم مفرومة معلقة معجون طماطم نقلب معجون الطماطم مع الجاج والبهار الحب ليعطينا ريحة وطعم كتير حلو ننزل الميا المغلية تقريبا شافين بين لترين ونص لتلاتة لتر ننزل البهارات سبع بهارات معلقة صغيرة ملح معلقة صغيرة فلفل أسود نص معلقة ونص معلقة بودر التوم بعد تقريبا ساعة من الطبخ رح أشيل الجاجة عشان نحمرها بالفرن ورح أحتاج معلقتين من زيت الكشنة أو زيت الخلطة اللي حضرناها من البصل والجزر هحط عليها معلقة صغيرة معجون طماطم ورشة ملح بدها نجاجة كتير منيح وبدأ خلها على الفرن لتتحمر وننتبه انه ما رح تاخد معنا وقت طويل من خمس لعشر دقايق بهالوقت رح نحضر الرز عبارة عن كوبين رز بسمتي مغسول غير منقوع مع أربع كواب من مرقة الدجاج أو ارتفاع سانتي بحركها تحركتين بعدين بخليها على نار عالية أول ما تبدأ تتشرب بنزل نص كمية الكشنة والنص الثاني رح أخليه لا أزين فيه الطبق بالنهاية وطبعا نتقولكم حرية الاختيار إذا حابين تحطوا الخلطة كاملة أو تخلوها نص بنص بوضع عليها النار عن نواس خمسة عشر دقيقة وهيك صارت جاهزة شوفوا ما شاء الله كيف الرز بيشهي عن جد يا جماعة ريحته رائعة ومفلفل ورهيب كل حبة بحبتها عن جد هاي الوصفة من قطيب الوصفات اللي جربتها هلأ رح نحط بقية الخلطة أول بسموها الكشنة على الرز وآخر شي تزيين حسب الرغبة أنا زينتها باللوز لمحمر والبقدونس مو طبيعي أدي طعمها رائع لازم تجربوها وصحتين وألف عافية إذا عجبكم الفيديو لليوم ما تنسوا تدعمونا باللايك والاشتراك ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي موسيقى